تفكر في حرنية مثل مجرد في طلع الضخيف الجنس الأمام عادية يتفيد من قبل المدى الصفاء خطي الصفاء الضخيف السلام عليكم حباب قلبي يا رب تكونوا بخير بإذن الله هنعرف في فيديو النهاردة كل المعلومات الخاصة بعملية الفتأ وهنشاهد عملية إصلاح الفتأ بشكل 3D animation واضح وجميل جدا وأتمنى قبل ما نبدأ ما ننساش من الغت لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان الفيديو يروح لناس تاني غيرنا وهما كمان يستفادوا عندنا جدار البطن بيتكون من الجلد والأنسجة الدهنية والعضلات وتحت العضلات بيوجد الغشاء البريتوني وتحت الغشاء ده بتوجد الأمعاء الضقيقة والغليظة وأحيانا بسبب الإمساك أو رفع الأوزان التقيلة أو السمنة والولادة بيحصل ضعف في عضلات البطن فده بيسمح أنه يحصل زي فتحة أو فجوة في العضلات وممكن أنه جزء من الأمعاء يدخل في الفجوة دي ومع مرور الوقت بيبدأ الجزء ده أنه يتورم وبيكون مؤلم جدا وممكن كمان الجزء الصغير ده يحصل له زي اختناق أو التواء فده بيمنع عنه تضفق الدم وبيبدأ الجزء ده أنه يموت وده كده اللي احنا بنسميه الفتء ونوع الفتء بيكون على حسب المكان والسبب عندنا الفتء الإرابي وده بيكون في المنطقة الإرابية وده أكتر نوع بيصيب الرجال وعندنا الفتء السري وده بيكون حوالين منطقة السرة وعندنا الفتء الجراحي وده بيحصل بعد العمليات الجراحية ممكن نلاحظ أن بعد عملية الولادة الكيصرية أو عملية الزيدة أن المريض جاله فتء وده بيكون بسبب الفتحة الجراحية اللي عمل الضعف في جدار البط وعندنا أنواع تانية زي فتء الحجاب الحاجز وعملية إصلاح الفتء بتختلف على حسب كل نوع من أنواع الفتء لكن بيكون عندنا أساسيات للعملية بتتطبق في معظم الأنواع بعد تخدير المريض بيتم فتح الجلد فوق المنطقة اللي فيها الفتء بعدها بيظهر لنا جزء البارز من الأمعاء وبيكون محتقن ومتورم جدا وبيتم إرجاع الأمعاء دي مرة تانية لمكانها الطبيعي وبعدها بنخيط غشاء البطء وممكن نعمل فحص يدوي باستخدام الإصبع علشان نتأكد أن المنطقة نظيفة تماما وخالية من أي مشاكل وبعدها بنجهز حاجة اسمها الماش أو الشبكة وشرحنا قبل كده يعني إيه ماش وشبهناه بالصبة بتاعة الخرصانة في البداية بيعملوا زي نظام شبكة من الحديد وبعدها بيحطوا عليها الأسمنت علشان يعملوا طبقة قوية جدا ومتمسكة وهنا الشبكة الحديدية بتاعة الخرصانة هي الماش والأسمنت دي الأنسجة اللي الجسم هيكونها بعد كده فوق الشبكة والماش بيعمل دعم قوي جدا للجزء الضعيف من عضلات البط وبيمنع حصول البروز ده مرة تانية وبعدها بنخيط جميع الطبقات اللي اتقطعت وبكده يكون فيديو النهارده خلص واللي حابب يشاهد فيديوهات أكتر بشكل سري دي انيميشن فأنا سيبلكم قيمة بكل الفيديوهات تحت الفيديو في صندوق الوصف وأتمنى لو استفدتم ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان يوصل لكم كل جديد والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا